بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى جميع الأنبياء في السماوات والأراضين وعلى إخواننا الذين تبعوه بالإيمان أما بعد قبل الدخول في هذه الفائدة الربانية أقول الربانية اعلموا جيدا أيها الأحباب أن صورة الإخلاص الشريفة التي مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد أقول بفضل قل هو الله أحد يا ربي لا تكلنا إلى أحد ولا تحوجنا إلى أحد واغننا يا ربي عن كل أحد يا من يا من إليه المستند وعليه المعتمد يا عاليا على العلا فوق العلا يا عاليا على العلا فوق العلا فرض صمد منزه في ملكك ليس لك شريك ولا ولد ورزقك ميسر يجري على طول المدد نجينا يا ربي نجينا يا ربي من كل ضيق ونكد يا إله يا إلهنا يا إله الفضل بحق قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد اعلموا أيها الفضلاء أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إتماما لهذا الدعاء السابق المروي عنه عن الإمام علي كرم الله وجهه فنرد لكم تفسير هذه الصورة الكريمة حتى يكون لك أيها الطالب حتى تكون أيها الطالب على بينة من أسباب نزولها ومعاني ألفاظها فيكون الرجاء في التواب أقرب والنفع بها أتم وأشمل فقد جاء في الحديث الشريف أنها تعديل ثلثة القرآن الكريم صورة الإخلاص تعديل ثلثة القرآن الكريم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت قيل يا رسول الله ما وجبت قال وجبت له الجنة واعلموا أحبابي الكرام أن سبب نزول هذه الصورة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه قالوا للرسول صف لنا ربنا ربك الذي تدعونا إليه فنزلت قل لهم يا محمد هو ربي الله الواجب الوجود الجامع لكل صفات الألوهية ونعوط الربوبية أحد بمعنى واحد سبحانه وتعالى منزه عن الجنس والمادة والصورة فلا يشبهه شيء واحد في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه جل وعلا واحد أحد الله الصمد الذي يقصد وحده في الحوائج ويلجأ إليه عند الشدائد لا يستغني عنه خلقه وهو سبحانه غني عنه وانظر أيها الطالب أيها السالك إلى تكرار لفظ الجلالة الله الله أحد الله الصمد تجد فيه مشارب للضائقين وموارد للهائمين لم يلد ليس له ولد أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة بمعنى زوجة ولم يولد حيث لا أب له ولا أم ثم بين لنا الحق جل وعلا تفرده بالألوهية بعد أن أتبت لنا وحدانيته وصمدانيته وتنزهه عن الوالد والولادة فقال ولم يكن له عز وجل كفوا يعني شبيها كفوا يعني ليس له شبيه ولا يماتله ولا متيل له أحد لأنه تعالى ليس كمثله شيء قال سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمد من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة فقال عمر بن الخطاب إذن نستكتر يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكتر وأطيا وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا هذا الحديث عن أنس من قرأ قل هو الله أحد مئة ألف مرة مئة ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله ونادى مناد من قبل الله تعالى في سماواته وأرضه ألا إن فلانا عتق الله وروا الحافظ مرفوعا من مر بالمقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشر مرة ثم وهب توابها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات ولعل هذا هو السر في تلاوتها بهذا العدد وإهداء توابها إلى الأموات فيما يسمى الصمدية أو العتق الأكبر أحبابي الكرام أعزائي محمد أبو حور المغربي الروحاني صاحب قناة الرائدة في الروحانيات جاءكم بهذه اليتيمة هذه النيرة التابعة لصورة الإخلاص التي مطلعها هكذا ويا ربي بالإخلاص خلص قلوبنا من الشرك والعصيان حقا تخلصت ويا ربي بالإخلاص خلص قلوبنا من الشرك والعصيان حقا تخلصت اعلموا أنه من لازم على ذكر هذا البيت هذا البيت أربع مرات عقب كل صلاة ضبور كل صلاة يوصل للصبح يقرأه أربع مرات الظهر بعده أربع مرات العاصر وهكذا دواليك يصير صار من أهل الصلاح والفلاح وبلغ رتبة الأولياء العارفين من لازم قراءة هذا البيت يحفظه ويقرأه ضبور كل صلاة صار من أهل الصلاح والفلاح وبلغ رتبة الأولياء العارفين الله الله وفي هذا البيت صورة الإخلاص الشريفة فمن قرأ معها ألف واثنين ألف واثنين مرة صورة الإخلاص على طهارة التوب وبدن ومكان في كل ليلة من ثلاث ليالي بعد صوم نهارها مع الرياضة التامة عن كل دروح وما خرج من الروح والابتداء يكون يوم التلتاء وقرأ بعدها الدعوة الآتية واحدة وربعين مرة فإنه إذا أتم القراءة في الليلة التالتة وهي ليلة الجمعة يدخل عليه خادم هذه الصورة واسمه عبد الواحد فيسلم عليه فيجب أن ترد عليه السلام وتعظمه فإنه ملك عظيم جليل القدر عظيم الشان عظيم الشان هذا الملك عظيم الشان إن هذا خادم خادم صورة الإخلاص الشريفة يقضي لصاحبه جميع ما يطلبه منه وبخوره الجاوي ولبان الضكار وهذه صفة الدعوة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي رفع السماوات بغير عمد وجعل الأرض مهادا وخلق الخلق وأحصاهم عددا ومنهم أرواح ونفوس من غير أجساد ومنهم أرواح ونفوس وأجساد خلقهم بقدرته وأمدهم بحكمته فهو رب كل شيء عز من يخافه ويرجوه ويقصده أجيب يا خدام قل هو الله أحد بعزة الله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفعا أحد احضروا ولا تعجزوا ولا يتخلف منكم أحد سمعوا وأطيعوا ولا تتأخروا ولا يتجرد علينا منكم أحد بحق يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفنها احضروا بحق الملك النافذ أمره عليكم السيد عبد الواحد الواحة الواحة العجل العجل الساعة الساعة هيا هيا أيها السيد الجليل حبيب الموحدين أجيب يا عبد الواحد من واحد الأحد وكن عونا لعلى ما أريده بارك الله فيك وعليك وزادك نورا على نور وضعف لك الأجور الله 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 على هذا الملك هذا الخادم عبد الواحد يأتيك بكل ما تطلب من مال وأرزع وأكل وكسوة وشراب ويعتقك إن كنت مخلصا إن كنت مخلصا ومداوما لهذه الدعوة لا تزيد عليها لا تخلط الحابل بالنابل فإن بعض الإخوان يكترون من الدعوات من الدعاوي من الدعوات هذا دعاء هذا لا ينجح لك شيء اختر دعوة أو اختر صورة أو اختر اسم اطبقه طيلة حياتك فإنه ينجح معك وإن أنت تقرأ هذا الأسبوع دعوة وتنتقل إلى أخر فإنك لن تحصل على شيء وكن مؤدبا كن مؤدبا مع الشيوخ الروحاني وبالأخص المغاربة حفظهم الله أخترمكم أحبكم أعطيكم دائما الفوائد الصحيحة الأبواب المجربة فهذه صورة الإخلاص وما أدراكم ما صورة الإخلاص ولها فوائد غريبة عجيبة سأنشرها في المستقبل القريب إن شاء الله رحمة رحيم أحبكم كلكم وأعتذر للإخوان الذين لم أرد عليهم في التعليقات في تعالقهم أحبكم أيها الإخوان الكرام فأبو حور معكم دائما إلى أن ياتي الله بفرجه ف صل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه طبقوا طبقوا وكونوا موقنين بأن هذه الأبواب الفوائد فهي صحيحة مجربة من الشيخ لا نقصان ولا زيادة ولا نقصان أقول الزيادة خلل والنقصان فساد والسلام والسلام